أوكرانيا تجدد تحذيراتها من كارثة نووية في محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا وفي اتهامات جديدة قالت كييف أن موسكو مستعدة من الناحية الفنية لأحداث انفجار في المنشأة لوقف تقدم الهجوم المضعد وكانت الاستخبارات الأوكرانية أكدت فيما سبق بأن روسيا قامت بالتفخيخ محطة زابوريجيا النووية وخفضت عديد قواتها هناك روسيا مستعدة فنيا لأحداث انفجار في المحطة قد يتسبب في انبعاث مواد خطرة في الهواء إنهم يسعون لعرقلة تقدمنا عبر أعمال إرهابية غير مقبولة مثل تفجير سد كخفكة وإحداث تسرب إشعاعي ليست موسكو الوحيدة التي تعرقل الهجوم الأوكراني المضاد حسب زيلنسكي الحلفاء أيضا يماطلون في توفير إيصال الأسلحة التي وعدوا بها لا سيما فيما يتعلق بمشاريع تدريب جنودها على مقاتلات F-16 وذلك في الوقت الذي يطالبون كييف بتسريع الحسم في الهجوم المضاد ومع ذلك يستمر الدعم القادم من الغرب وآخر الغيث 60 مليون دولار قدمها رئيس الوزراء الإسباني فيدرو سانشيز بجانب أسلحة ثقيلة يسعدني أن أعلن أن إسبانيا ستقدم 60 مليون دولار أخرى للمساعدة في أعادة إعمار أوكرانيا وسنقدم قريبا معدات ثقيلة جديدة منها أربع دبابات ليوبارد ونقلة جوند مضرعة ومستشفى ميدانيا ميدانيا تحتدم معارك الكر والفر لا سيما في دونيتسك حيث قصفت الخوات الروسية باستخدام أسلحة عالية الدقة انطلقت من البر والبحر مواقع القيادة الأوكرانية لمجموعة دونيتسك بالموازات مع إحباط هجمات أوكرانية على محاور دونيتسك وفي تقييمه للهجوم الأوكراني المضاد توقع البنتغل أن يكون الهجوم بطيئا وطويلا جدا ودمويا اشتركوا في القناة